موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الفاضلين هذه حلقة جديدة من برنامج مقاصد تبحث قضية الزواج في الإسلام من حيث مفهوم هذه الشعيرة وكيفية بناء هذه المؤسسة والدور المنطبها وكذلك مقاصد الإسلام من الزواج الحديث في هذه القضية يكتسب أهميته من التعقيدات التي تطرأ يوما بعد آخر على الزواج في بعض المجتمعات المسلمة بعد أن كان الزواج إجراءا سهلا وبسيطا وميسرا بين المسلمين لماذا شريع الزواج وكيف يمكن حماية هذه المؤسسة من الأفكار والمفاهيم الدخيلة على التصور الإسلامي لهذه الشعيرة هذا الموضوع أبحثه مع الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة أهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بك أرسل جهد وأسهد المشاهدين الزواج ما المفهوم الشرعي لهذه الشعيرة ما المفهوم الشرعي لهذا الإجراء الاجتماعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه وبعد الزواج هو شعيرة إسلامية له شروطه وله أسبابه وله موانع ينبغي أن تنتفى والزواج هو بناء مؤسسة في المجتمع على تقوى من الله ورضوان تقوم على أحكام شرعية حددها القرآن وبينتها السنة النبوية والقرآن الكريم حينما يتحدث عن الأسرة كأنما يتحدث عن الدولة القرآن الكريم يبين أن هناك رئيسا لهذه الأسرة وأن هناك مرؤوسين وأنه لا يتصرف هذا الرئيس على هذه المؤسسة إلا بما يحقق مصالحها وهذا هو معنى القوامة وأن هذه مكونات الأسرة هي التي تختار هذا الرئيس أولا تكون من امرأة من زوجة هذه الزوجة هي التي تختار أيضا هناك مفهيم خاطئة لدى كثير من الناس البعض يظن أن الاختيار من حق الرجل وليس من حق المرأة وده كما توجد نصوص تشير للرجل بالاختيار الصحيح توجد نصوص أخرى تشير للمرأة بالاختيار الصحيح بالاختيار أم بالقبول بالاختيار والقبول معا وهو الاختيار لن يتم إلا بقبول ورضا والقرآن الكريم وضع ميثاقا لهذه الأسرة وضع نظاما لها وضع حقوقا للرجل وحقوقا للمرأة ووضع واجبات على الرجل وواجبات على المرأة ووضع تدابير شرعية تقيم هذه الأسرة وتعمل على إيجادها وتعمل على استمرارها والحفاظ عليها فكل هذه سمات هذا الحديث الذي نتحدثه الآن هي سمات الدولة فكأن الأسرة هنا هي نموذج مصغر من الدولة وهذا له خطورة كبيرة تبين أهمية ومكانة هذه المؤسسة في الإسلام حتى في الطلاق قرآن الكريم جعل للطلاق نظاما جعل له نظاما والأستاذ أحمد شاكر رحمه الله العلامة المحدث الكبير المعروف له كتاب عظيم جدا بعنوان نظام الطلاق في الإسلام حتى الطلاق له في الشريعة نظام نظام متكامل نظام متكامل الزواج له حتى الخطبة من بداية الخطبة الخطبة لها نظام الزواج له نظام الطلاق له نظام الحياة لها نظام علاقة الزوج بالزوجة لها نظام علاقة الزوجين أو الأبوين بالأولاد لها نظام علاقة الأولاد بالأبوين لها نظام لا يوجد شيء فوضى في الشريعة الإسلامية فالأسرة هنا نتحدث عن كيان مهم كيان عزيز على الإسلام كيان له دور في تأسيس مجتمع متماسك قوي كيان حينما ينشأ على تقوى من الله ورضوان يربي الزرية الصالحة المستقيمة نفسيا السوية وجدانيا وهذا كله سينعكس في المستقبل على الأسر التي ينشئونها هذا مرتبط بما كنت سأسألك عنه دكتور يعني ما الأهداف والغايات والبواعث التي شرع من أجلها الإسلام لماذا شرع الزواج معذرة لماذا شرع الإسلام والزواج هنا لا أتحدث عن المقاصد بقدر ما أتحدث عن الأسباب التي ساقت إلى تشريع هذه الأشياء طبعا أولا الله سبحانه وتعالى جعل حفظ النسل من مقاصد الشريعة الإسلامية وحفظ النسل يعني إيجاد هذا النسل واستمرار هذا النسل محفوظا من كل الآفات المدية والنفسية والمعنوية وكل شيء وهذا النسل لن يوجد إلا بالزواج فشرع الزواج لاستمرار النسل وشرع أيضا لإعفاف الشباب والفتيات النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطعف عليه بالصيام فإنه له وجاء يعني وقايا فإذن الزواج هنا شرع لإقامة علاقة طبيعية علاقة فطرية وليست علاقة شازة استجابة للفطرة الإنسانية وهذا منهج الأنبياء جميعا يعني الأصل في الأنبياء أنهم تزوجوا سنة الأنبياء الزواج لا يوجد إلا نبي أو اتنين يعني لم يتزوجوا لكن الزواج هذا يأتي تلبية للفطرة الإنسانية بارتباط طبيعي عادي فطري يلبي حاجة الإنسان ويتسق مع طبيعة الفطرة الإنسانية ويبتعد عن العلاقات الشذة التي يروج لها الغرب الآن في مواسيقه وفي مؤتمراته وفي تشريعاته التي يشريعها علاقة تزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالكلب وأعزكم الله وهكذا هذا ضد الفطرة ولذلك تكون نهاية هؤلاء هي يعني غالبا بتكون الانتحار لأنهم ناقضوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهذه الفطرة فطرة غلابة لا يمكن أبدا أن تصادم هذه الفطرة مدى الحياة ستأتي في وقت ما وترفض وهذا الرفض بين الفطرة الطبيعية التي خلق الله الناس عليها وبين معادات الإنسان للفطرة سيأتي عليه وقت وتقف الفطرة صلبة قوية مقاومة أمام ما يريد الإنسان أن يمسخ به هذه الفطرة ترفض الفطرة هذا ويحدث الصراع بين رغبات الإنسان الشذة وبين الفطرة النقية الصحيحة التي يريد الله أن تستمر محفوظة نقية كما خلق الناس عليه في الحديث عن الفطرة دكتور رصفي قد يقول قائل الفطرة هي ميل الذكر للأنثى وميل الأنثى للذكر وليس بالضرورة أن يكون هذا الميل يتوج بالزواج فعندما يتزوج الرجل من رجل في الغرب والمرأة من كلب عزك الله والمشاهدين الكرام يعني هذا فيه مخالفة للفطرة لكن مخالفة للفطرة من حيث ميل كل جنس إلى الآخر وليس من حيث الزواج أين تحرير الله سبحانه وتعالى بالفعل كما تفضلت جعل الميل ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل فطرة موجودة وهذا موجود حتى في كل المخلوقات ليس في البشر فقط وإنما موجود في الحيوانات في النباتات في كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين إثنين ومن كل شيء خلق الله تعالى زوجين إثنين لكن هذه العلاقة ينبغي أن تكون لها ضوابط والشرع حدد لها ضوابط لا يمكن أن يكون البشر كالحيوانات كل ذكر حيوان يعني يفعل ما يشاء في أي أنسى لا وإنما جعل الشرع لهذه العلاقة ضوابط وجعل لها أحكاما وجعل لها تدابير ضابطة وحاكمة تجعلها تحقق الأهداف والغيات التي شرع الإسلام الأسرة من أجلها أو تكوين الأسرة من أجله حقيقة يعني بعد قليل في هذا المحور سأتي معك على التصور الإسلامي لقضية الزواج وفلسفة الإسلام من هذه القضية لكن قبل ذلك دكتور يعني كثير من الأحكام في الإسلام جاءت النصوص يعني مختصرة مكثفة في نص أو اثنين أو ربما ثلاثة نصوص تحضوا على هذه الشعيرة لكن الزواج حشد الإسلام الكثير من النصوص سواء كان في الوحي في القرآن أم في السنة النبوية المطهرة يعني ماذا وراء هذا الاحتشاد من النصوص في هذه القضية؟ نحن عندنا معيار مهم جدا في القرآن والسنة بالنسبة لمقياس نسب الأعمال ومراتبها وهو كسرة الحديث فإذا أكثر القرآن الكريم الحديث عن أمر ما السنة النبوية الحديث أيضا عن هذا الأمر دل على أهمية هذا الموضوع ومكانته الكبيرة في الإسلام أذكر هنا قصة لشيخنا الشيخ يوسف القرضاوي حافظه الله قال أنه في يوم 17 رمضان تحدث في طبعا كان في صلاة الترويح وكذا وبعد صلاة الترويح جلس بين الناس يلقي كلمة عن غزوة بدر وعن الجهاد بشكل عام وعن مقرأة غزوة بدر والدروس والعبر المستفادة وكذا فبعدما انتهى من الكلمة جاءه رجل يعني يبدو أنه مؤزن المسجد أو عامل المسجد وقال له يا شيخ لو أنك حدست الناس بشيء ينفعهم في دينهم فقال له مثل ماذا يعني؟ قال له مثل أحكام الطهارة قال له إن القرآن الكريم تحدث عن الطهارة في آيتين وتحدث عن الجهاد في مئات الآيات بل جعل سورة اسمها الأنثال سورة كاملة وهذه الأنثال هي أثر من أثر الجهاد وتحدث عن سورة محمد وسمها سورة القتال لها من أسمائها سورة القتال بالإضافة إلى المئات الآيات التي تحدثت عن الجهاد ولا يمكن أبدا أن يتصور أن يبدأ الواعز أو الإمام في المسجد أنه يتحدث من أول باب الطهارة ودخول الخلاء ويتحدث عن أداب الخلاء وشروط الخلاء وينتهي شهر رمضان والمسلم ما زال داخل الخلاء فجعل من ذلك معيارا حينما يتناور القرآن الكريم والسنة النبوية أمرا من الأمور تشريعا من التشريعات ويولي له هذه الأهمية ويوسع له هذه المساحة ويعدد عنه الحديث بأكثر من وسيلة وفي أكثر من سياق وبأكثر من طريقة دل ذلك على خطورة هذا الأمر وأهميته ومحوريته ومكانته في الإسلام ومن ذلك حديث القرآن والسنة النبوية عن الأسرة بصراحة القرآن الكريم يعني حديثه عن الأسرة حديث مبهر وأنا كتبت كتابا عن حفظ الأسرة مقصدا شرعي قراءة في التدابير الشرعية لإقامتها واستمرارها تأملت في آيات القرآن الكريم المتحدثة عن الزواج يعني أي إنسان يتأمل في القرآن الكريم عن أي موضوع ينبهر وهذا وجه من أوجه الإعجاز القرآن الإعجاز القرآن الموضوعي حينما يستقرأ المسلم أو غير المسلم حتى أمرا ما موضوعا ما حكما ما في القرآن الكريم يجد القرآن الكريم قدم تصورا إعجازيا لا يمكن لأحد أن يستطيع تقديمه القرآن تحدث في كل شيء عن الزواج السنة النبوية تحدثت في كل شيء حقوق واجبات خطبة زواج طلاق تدابير للإصلاح في الأسرة توضيح لنظام الأسرة جوانب الأسرة يعني كل كل أولاد الزوج بين الزوج وزوجته بين الأبوين والأولاد بين الأولاد والأبوين حفاظ الإسلام على هذه الأسرة إذن نحن أمام كيان كيان مهم في الأسرة كأسرة يعني كيان مهم لذاته ولغيره أيضا لذاته لأن الإسلام يقصد قصدا إلى إقامة هذه الأسرة ودعا إلى الزواج واستحبى تكسير النسل وتكسير الأسرة تكاثروا تزوجوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء آيات قرآنية كثرة تدعو إلى الزواج لأن بهذا الزواج يبنى المجتمع ويستمر النسل وتحقق عمارة الله سبحانه وتعالى في الأرض لكن لو حددنا أكثر دكتور يعني المنزل أو الموقع الذي يحتله هذا الكيان كما أسميته في منظومة الأحكام الشرعية في الإسلام أنا أتوقع أن الأحكام الخاصة بالأسرة لا تقل عن 25% من الأحكام الشريعة الإسلامية عندنا أحكام الشريعة الإسلامية تتوجه إلى أربع دوائر الدائرة الأولى دائرة الفرد كل أحكام تخص الفرد دائرة تمثل 25% وهناك 25% خاصة بالأسرة ربع الإسلام يخص الأسرة وهناك أحكام تتعلق بالمجتمع حقوق المجتمع وحقوق الارتفاق والحقوق العامة في المجتمع التي يطلق عليها الفقاء حقوق الله سبحانه وتعالى وهناك أحكام تتوجه إلى الدولة هناك أحكام لا تقوم بها إلا الدولة إذا لم تقم الدولة بهذه الأحكام تغيب هذه الأحكام وتعطل ولا تطبق كما أن للدولة دورا في الحفاظ والحماية للدوائر الثلاثة الأخرى دوائر الفرد ودوائر الأسرة ودوائر المجتمع فالدولة هنا أمر مركزي وأمر محوري ومهم في الإسلام عندنا إذن أربع دوائر دائرة الفرد دائرة الأسرة دائرة المجتمع دائرة الدولة فالأسرة هنا تمثل ربع أحكام الشريعة الإسلامية إذن أمر خطير جدا أمر خطير وله مكانة في القرآن والسنة السنة النبوية المطهرة وكذلك القرآن لكن هنا أتحدث عن السنة حوات الكثير من الإشارات أصل العلاقة بين الجنسين الذكر والأنثى مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع الرجل يعني وهناك حديث آخر عن النساء شقائق الرجال انطلاقا من هذين الحديثين وما جاورهما من أحاديث أخرى كيف يمكن فهم فلسفة الإسلام في تحديد العلاقة بين الجنسين وهنا أقصد تحديدا الزوجين يا دكتور طبعا هو القرآن الكريم بهذه التدابير التي تفضلت بها وبغيرها كل انطصوص التي وردت عن الزواج في القرآن والسنة تعمل على أمرين واضحين إقامة الأسرة والحفاظ عليها واستمرارها كل النصوص الشرعية هذا باستقراء أنا قمت به عن طريق بحث كل النصوص الشرعية التي وردت في القرآن والسنة عن الزواج تصب في دائرتين الدائرة الأولى إقامة الأسرة وإقامة هذه العلاقة الزوجية والدائرة الثانية هي كيفية الحفاظ على هذه العلاقة واستمرارها قوية متماسكة تغشاها الرحمة وتظللها السكينة وتحفها المودة نحن يا أستاذ جهات حينما نبدأ من بداية الخطة خالص في البداية كيف دعا الزواج وشرع تشريعات من شأنها أن تحفظ الأسرة في المستقبل وهم لازالوا في مرحلة للخطة الإسلام أمر بالنظر إلى المخطوبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما النظر ده يؤدي إلى إحداث حالة من الأنس حالة من الرضا أو الألفة حالة من القبول التعارف بين الأسرتين الكبيرتين وبين الخاطب والمخطوبة القرآن للإسلام استحب أن تكون المتزوجة بكرا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابري بن عبد الله هل لا بكرا تداعبها وتداعبه؟ لماذا البكر؟ لأن البكر لا تجارب لها سابقة لا شوائب عندها لا سلبيات من تجارب سابقة تحملها إلى تجاربها اللاحقة المستقبلة ولذلك تكون عندها سلامة نفسية ولا يكون عندها انشغال في دوائر الحب والدوائر النفسية عندها فإذا مرتبطت برجل أول ارتباط فدائما ما تتعلق به تفصيل دقيق حقيقة ودائما ما تتشبز به وتخلص له وتعطيها كل ما عندها إذا أعطاها طبعا الرجل كل ما عنده ولذلك الشعر يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا حب والهوى حينما يأتي لقلب فارغ لم تسبغ له تجارب يتمكن أول تجربة لا تعوض أبدا ولذلك استحب الشرع الشريف أن تكون المتزوجة بكرا أيضا الإسلام بشكل عام دعا للزواج وجعل هذه الخطبة مقدمة للزواج ووعدا به وليست زواجا حقيقيا لأنه قد أرى في الأسرة المناظرة من الصفات ومن الخلال ومن الطبائع ما لا يتناسب معه وقد أرى في المخطوبة كذلك فأحكم من البداية قبل أن ينشأ بيت ثم ينهر وينهدم فتكون الآثار أكثر كارثية وأكثر مفاسد حينما ندخل في مسألة الزواج والتدابير الشرعية التي شرعها الإسلام للزواج الإسلام شرع تدابير تدابير بصراحة مبهرة أولا رتب أولا دعا دعا الخاطب أولا أن يختار ذات الدين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين كثير من الناس يظن أنه اختار للدين بس لا تلقي اهتماما بالجمال والمال والحسب لا هذه أشياء مطلوبة ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في البداية وقال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ولكن أرجو المعذرة دكتور كثير من العلماء يقول أن حديثها النبي هذا ليس للحض على الزواج من أشن الجمال والحسب والمل وإنما كتقرير لأمر واقع يحصل بين الناس وإنما يفضل ذات الدين أليس كذلك؟ يفضل ذات الدين لكن لا تهمها للصفات الأخرى أنا أريد أن أتزوج من جميلة حتى أحص النفسي الجمال والنسب والحسب والمال هذا كله هذا خير شرط أن يأتي بعد الدين هذا خير طبعا الدين بقى له الحديث نص على الدين وجعل للدين أولوية لأنه بغياب الدين تفسد هذه الأمور يتصرف الإنسان فيها تصرفا غير منضابط شرعا وإذا حضرت الدين مع هذه السلاسة حفظت هذه السلاسة واستخدمت في مراض الله سبحانه وتعالى فبالدين يحفظ الجمال وبالدين يحفظ المال وبالدين يحفظ النسب وبالدين تحفظ المرأة نفسها وتحفظ عرضها وتحفظ بيتها وتحفظ زوجها وتحفظ أولادها فحضور الدين هو الضمان والأمان للحفاظ على كل ما يرغب فيه الشرع أو يتطلع إليه الناس للزواج بسببه برضو أؤكد على ما أشرت إليه في البداية بأن هناك ظن من بعض الناس أن الاختيار من حق الرجل فقط تنكح المرأة لأربع من الذي سينكح المرأة؟ الرجال لكن المرأة لها حق الاختيار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمزي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الحديث ده موجه لمن؟ موجه للبنت المخطوبة وموجه لأوليائها إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته في رواية أخرى فزوجوه أو فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كيف تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟ أنا كراجل ملتزم الآن إذا ذهبت إلى بيت من البيوت وطلبت الزواج من الفتيات وأنا ملتزم وعلي سيم الالتزام وأتقي الله وكذا وكذا فرفضت ما الذي سيحدث لي حينما أرفضت؟ مدمت أنا متدين وعندي أمانة وعندي خلق وعندي دين سأفتن في دين سأقول أنا رفضت إذن من أجل الالتزام فماذا لو تخلت عن هذا الالتزام حتى يقبل الناس وحينما يراه الآخرون من الملتزمين الشباب يقولون فلن رفض عشان هو ملتزم أو عشان ملتحي أو عشان عنده مظاهر إسلامية أو التزامية فإذن لا دعي تحدث الفتنة ويحدث ترك الدين وترك الالتزام وأحيانا يصل إلى الإلحاد كما نراه الآن في واقعنا الأمر الآخر أن الشرع أقام هذه الأسرة أو هذه المؤسسة على الشورى وعلى التراضي والرضا أول شيء منع الإسلام الزواج بالإكراه لا تنكح المرأة أبدا إكراها لابد أن يكون برضاها رضاء تام وبرضاء الولي ولي الزوجة وبرضاء الأم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده بإسند حسن كما قال الشيخ سعيب الأرنعوت قال آمير النساء في بناتهن آمير يعني شاوروا تشاوروا وتداولوا مع النساء لماذا النساء؟ لأن الأم دائما أقرب إلى بنتها وأعرف بما يصلحها وما يفسدها فإذا كان الولي راضية وإذا كانت الأم راضية وإذا كانت البنت راضية الأسرة يكون حالها إزاي؟ يكون حالها في منتهى الأمان وفي منتهى الاستقرار وحين تحدث مشكلات سيكون المرجع معروف هو الولي والأم والأسرة الأخرى وكذلك الراجل لا يقرأ على الزواج من واحدة الإسلام أقر الشرى أيضا شوف يا أستاذ جهات حتى في الفطام في فطام الرضيع لازم يكون هناك تشاور بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة فإن أردنا فصالا عن تشاور منهما وتراض فلا جناح عليه التشاور حتى في فطام الطفل عايزين إيه أكتر من كده أيضا بين الرجل والمرأة دائما يكون هناك حوار دائما يكون هناك نقاش تشاور مشاورة لماذا؟ لأن هذه هي شريكة حياتك وهذا هو شريك حياتك فلا ينبغي أن يستقل أحدهما بالقرار لأنه إذا استقل أحدهما بالقرار سوف تتصدع الأسرة وإذا اشترك كلاهما في القرار سوف يتحمل المسؤولية بعضهما مع بعض فالشورى هنا أمر ليس خاصا بالسياسة فقط وشاورهم في الأمر لا الشورى أيضا ركيزة أساسية من الركائزة التي تقوم عليها الأسرة ثم الزواج هنا رتب الإسلام حقوقا للزوج ورتب حقوقا للمرأة وكل حق أمامه واجب لا يوجد حق ليس أمامه واجب في الشريع الإسلامي بما في ذلك الأسرة الرجل له حق الطاعة عليه النفقة المرأة عليها واجب الطاعة للرجل الرجل عليه حق النفقة عليها الرجل له حق الطلاق المرأة مع حق الخلع هناك عدالة في التشريع الإسلامي لم يقم التشريع الإسلامي أي شأن من شؤون الحياة على غير العدالة كل الأحكام الشرعية مبنية على العدالة في التشريع لكل الأجناس ولكل الأنواع للرجل للمرأة للصغير للكبير للأجيال الحالية والأجيال المستقبلة في مجالات الحياة جميعا سياسية واقتصادية واكتماعية وثقافية وفكرية وتربوية إلى آخره فنحن عندنا هنا الإسلام أوصى الرجل بالمرأة استوصوا بالنساء خير كما تفضلت حضرتك في البداية كل مناسبة يلح النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى حتى في آخر لقاء جامع له بالأمة في خطبة حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا وخصص لهن بابا في مسجده الشريف الذي تشد إليه الرحال أيضا الشرع الشريف جعل للزوج عند الزوجة مكانة خاصة حينما يقول الحديث الشريف فأين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك والمرأة إن أطاعت ربها وأدت فرضها وأطاعت زوجها خيرت من أبواب الجنة تدخل من أينها حيث شاءت فهنا الشرع هنا يوصي الرجل على المرأة ويوصي المرأة على الرجل ويجعل هنا حقوقا وواجبات وهنا حقوقا وواجبات ثم يجعل الحوار بينهما يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم زر تعرف حديث أم زر أن مجموعة من النساء عادنا تكلمنا في شؤون أزواجهن واحدة قالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق والأخرى قالت زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى السيدة عائشة وهو صاحب المسؤوليات صاحب الواجبات صاحب المهمة البلاغ والتربية لهذه الأمة جلس يستمع إلى هذا الكلام نحن ممكن في البيوت نقول ده كلام فارغ أنا مالك كرسول وكنبي وزوج بهذا الكلام الفارغ سمع وقال في النهاية قولا يرضي ويطيب نفسية السيدة عائشة قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقكي لأن أبو زرع طلق أم زرع فالرقل استمع عليه الصلاة والسلام وكان من شرح الصدر بما سمع سعيدا لم يكن متضجرا وختم القول بعدما استمع لأكثر من أربع صفحات لصحيح البخاري ومسلم أفهم من كلامك كله هذا القول الطيب بأن الأصل في العلاقة الزوجية تكافولية تكملية على أساس من التوازن النفسي والرضى والقبول بين الجهتين هنا أنتقل معك إلى الحديث عن المقاصد والغايات التي سعى الإسلام إلى تحقيقها من وراء هذا الكيان الاجتماعي الإنساني الذي يجرى بين الذكر والأنثى ما هي هذه أهم المقاصد والغايات؟ نعم بالنسبة للمقاصد والغايات الله سبحانه وتعالى حينما نتزوج فنحن بذلك نمتسل أمر الله سبحانه وتعالى أول شيء انتسال أمر الله الله تعالى دعانا للزواج وأنكحوا قبل أي تفكير قبل أي تفكير نحن ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر هذا الأمر على سبيل الوجود هذا الأمر يختلف يكون تتوزعه الأحكام الخامسة قد يكون واجبا الزواج يعني أحكام الزواج هو في الأصل مندوب إليه نعم مستحب هذا حكمه الأصلي لكن قد تتغير الأحوال والظروف فيصبح الزواج واجبا وده في حالة إن الإنسان بيتوق للزواج بشدة وإذا لم يتزوج سوف يقع في المعاصي والكبائر أو مستحب وهذا تكون له رغبة عادية وطبيعية ليست يعني فوق الحد ومباح حينما تكون الأمور بالنسبة للإنسان يعني مش فرعاوي مكروه حينما يعني تحدثه نفسه بأنه لن يستطيع أو بأنه سوف يظلم أو كذا وقد يكون حراما إذا كان الرجل غير قادر أصلا على الزواج لعاهات نفسية أو عاهات بدنية أو جنسية أو عاهات مالية لا يستطيع أن ينفق على الزواج ولذلك النبس صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم هذا شرط من شروط الزواج لابد من تحقق هذا الشرط حتى يباح لك الزواج فإذا أبيح لك الزواج قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا فنحن هنا نتزوج لإرضاء الله سبحانه وتعالى ونتزوج أيضا لإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وكل النصوص الشرعية وبعدين أنا بزواجي أقيم أسرة أقيم مؤسسة أقيم كيانا في المجتمع يسهم في بناء المجتمع ويسهم في حفظ النسل ويسهم في عمارة هذه الحياة وده كله إذا عقد المسلم نيته على هذه النوايا كلها فسوف يحصل الأجر والمسوبة من الله سبحانه وتعالى أيضا شرع الله تعالى الإسلام للزواج لإعثاف الرجل والمرأة للإعثاف للإحصان وهذا سيترتب عليه عفة المجتمع والتقليل من ارتكاب الجرائم وارتكاب الفواحش طب قد يسأل سائل هنا دكتور لو أذنت لي يعني الإعفاف المقصود به أن لا ينتقل الرجل إلى أكثر من مرأة في علاقة محرمة أو أن لا تنتقل المرأة إلى أكثر من رجل في علاقة محرمة طب ما الفائدة يعني هنا يمكن أن يجتمع رجل بامرأة ويمضي حياتهما مع بعضهما بدون الحاجة إلى شاهدين وإلى هذا العقد هذا بذلك يعني تنتفي الرذيلة وتنتفي تعدد الانتقال كيف تنتفي الرذيلة وهذا الكلام المنقول هو عين الرذيلة أصلا حينما تنشأ الأسرة على غير تقوى من الله ورضوان حينما يتفسخ المجتمع تتحلل العلاقات الإسلام أيضا بينشد إقامة مجتمع قوي حينما نتسق مع شرع الله سبحانه وتعالى ونستجيب لأمره بالتزام تدابير الزواج بالتزام الطرق والوسائل والآليات والتدابير التي شرعها الإسلام لمعالجة هذا الكيان حتى يظل قويا متماسكا لأن الأسرة تكون من أشخاص رجل ومرأة ثم ينجبان أولادا فتكون مجموعة وهذه المجموعة بجوارها مجموعة أخرى ومجموعة أخرى ومجموعة ثالثة وخامسة وعاشرة فيتكون المجتمع المتماسك القوي هناك علاقات تنشأ لا ننسى هذا علاقات تنشأ بين هذه الأسرة الكبيرة أسرة الزوج وهذه الأسرة الكبيرة أسرة المرأة الله تعالى قال والله يعني خلق لكم جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا نسب هنا والصهر شوف الاستبيكة لما تصهرها في النار فتصير شيئا واحدا هذا هذا يعني مثال واضح على أن الإسلام بينشد من إنشاء الأسرة علاقات متماسكة وقوية بين الأسرتين أسرة الرجل وأسرة المرأة الأسرة الكبيرة حتى تخطى الإسلام في هذا المعنى أن أباح للمسلم الزواج من الكتابيات غير المسلمات كتابيات من اليهود ومن النصارى لكن وفق التدابير الإسلامية وفق التدابير الإسلامية والشروط والانتفاء الموانع لهذا كله فنحن هنا أمام أسرة قوية أسرة متماسكة أسرة لها تدابير يعني عند الخلاف ماذا نفعل عند الخلاف أولا الحوار شغال على طول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من نسائه وكان النساء يسمعنا من نبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف وبكل أدب ثم هناك إشارة قبل أن أسترسل في هذا القرآن الكريم في الألفاظ يا أستاذ جهاد حينما يتحدث عن الأسرة يستخدم ألفاظا في منتهى اللطف لفت نظري هذا الأمر يقول مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم شوف يعني لباس وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميساقا غليظة القرآن الكريم يقول أيضا بعضكم من بعض خلقكم من نفس واحدة ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في الطلاق أثناء النزاع والشقاق وكل واحد عايز يفضح التاني وعايز يعمل مشاكل مع التاني ويتشحح في حقه ولا تنسوا الفضل بينكم هنا هذه الألفاظ أنا يعني حينما تأملت هذه الألفاظ ووقفت أمامها وتدبرتها قلت إن إنه إذا كان الإسلام بيراعي أو القرآن الكريم النص الشرعي الشريف يراعي التلطف في الألفاظ التي يعبر بها عن هذه العلاقة الحميمية من قبل أن يتماس شوف العلاقة الخاصة هذه العلاقة الجنسية هذه سمها التماس التماس إذا كان الإسلام القرآن النص القرآني هنا يتلطف في استخدام الألفاظ عن هذه العلاقة الزوجية أفلا يكون من الأولى أن يكونه لك تلطف بين الزوجين في التصرفات في الأقوال في المعاملة في كل شيء الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا إذا كان القول الحسن للناس أمر من دوب إليه ومدعو إليه من الله تعالى أفلا يكون الزوجان أولى بذلك من غيرهما فإذن نحن أمام شيء رائع شيء معجز وكأن الإسلام يريد أن يضفي جوا وبيئة من اللطف والحنان والرحمة في إطار هذه العلاقة الزوجية لكن لو أذنت دكتور فاصل ربما يجب أن نبحث عن الوعي الذي يريد الإسلام بناءه لدى المسلمين في تصوراتهم تجاه هذه القضية ولكن أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نستأنف الحديث فاصل ومن ثم نواصل أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع مفهوم الزواج في الإسلام وغاياته دكتور حدثتنا عن مقاصد الإسلام وغاياته من الزواج وأجملتها على المستوى الفردي والاجتماعي لكن لا شك أن الإسلام يريد من المسلمين في سياق الغايات والمقاصد يريد بناء وعي وتصور عام لدى عموم المسلمين تجاه قضية الزواج هذه المؤسسة وهذا الكيان ما الوعي والتصور الذي ينبغي أن يحمله المسلم أو الذي يريد الإسلام أن يحمله المسلمون تجاه هذا الكيان يعني طبعا هو الإسلام كما قلنا ينشئ هذه الأسرة على أسس وعلى قواعد وعلى تدابير وينظر إليها هذه النظر العالية ويخصص لها ربع أحكام الشريعة الإسلامية أمر ليس سهلا والإسلام يريد أن ينشئ هذه الأسرة حينما قال في سورة الروم مثلا وهو الذي ومن آياته يعني شوف جعل الزواج آية من الآيات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم أزواجا وجعل شوف تأمل يا أستاذ جهاد الألفاظ هنا ويا أيها السادة المشاهدون وجعل هو الذي جعل وجعل بينكم مودة ورحمة إذن الأسر قيام الأسر على المودة والرحمة هذا جعل إلهي جعل إرادة إلهية أن تقوم الأسر على المودة والرحمة والسكينة والإسلام من حرصه على هذه الأسرة نسترسل في النقطة التي يعني كنت تكلمت عن غيرها أن الإسلام هنا جعل الحوار دائم بين الزوجين جعل وحقوق وواجبات جعل هناك يعني عند المشكلات يعني استخدم الوعظ فعزوهن وحجروهن في المضاجر وضربوهن الوعظ هنا يجب بعض الأزواج حينما يحدث مشاكل ينتقل إلى الضربة مباشرة وضرب مبرح مؤذي يعني ما أنزل الله به من سلطان الوعظ الوعظ ده هو القول الجامع الذي يقنع العقل ويؤثر في القلب ده باستقراءه في معاجم اللغة وفي أقوال المفسرين رحمه الله تعالى ثم الهجر والهجر ده لا يكون بين البياني أمام الأولاد لا يكون أمام المجتمع أمام الأسرتين الكبيرتين يكون في غرفة النوم فقط ولا يخرج خارج غرفة النوم أبدا لا يسئل المرأة حفل فالمرأة إذا أسئ إليها تزداد نشوزا والرجل إذا أسئ إليه من الزوجة يزداد تكبرا وكذا ولذلك القوامة ليس معناها القهر والكبت والتعسف القوامة هي أن يقوم الإنسان على شيء بما يصلحه وده أمر في غيث له دكتور لو أذنت لي هذا كنت مريد أنه ستحرر المصطلح يعني كثير واقع المسلمين الآن كثير من الأزواج يفهم القوامة على أنها حكم المرأة وسوقها كما يريد بهواء لو تحرر لنا مفهوم القوامة ما معنى القوامة هنا في العلاقة بين الزوج والزوجة؟ نعم ممتاز جدا نحن كثير من الناس يظن أن القوامة هي يعني كبت المرأة قهر المرأة أن المرأة لازم تسمع كلامه حتى لو كان غلط أنه أنا الرجل وأنت لا كلمة لك هنا ولا رأي لك ما أقول لابد أن ينفذ بعض الناس يظن أن هذه هي القوامة هذا مفهوم غلط ومنحرف؟ مفهوم جاهلي مفهوم جاهلي لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا بالبعيد ولا علاقة له حتى بالمعاني الإنسانية المطلقة بعيدا عن الدين القوامة هي التعامل بمنتهى اللطف مع هذا الجنس الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى في كلمة ماتعة جدا يقول فيها يقول والتلطف مع النساء والرفق بهن آية اكتمال الرجولة ونماء فضائلها آية يعني علامة علامة اكتمال الرجولة ونماء فضائلها مثل بالشخط والزعيء والقهر والكبت والتعسف وهو خلق يبزل للناس عامة وللنساء عامة قريبات أم غريبات صغيرات أم كبيرات ومع استقامة الفطرة لا يمكن أن يتخلف هذا المسلك العالي هذا كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى فالقوام هنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى القيوم ما معنى القيوم القيوم هو أنه القائم على كل شيء بما يصلحه سبحانه وتعالى وكذلك معنى القوام مشتق من هذا الاسم الشريف الكريم أن الرجل معنى القوام هنا أن يقوم بالحماية بالرعاية بالمحبة بالمودة بالمشورة بالتفاهم بالحوار بالتسامح بالعفو بالتغافل هي دي القوام الحقيقية الرجل الحقيقية والفحولة ليست بالشخط وعلو الصوت والقهر والكبت والضرب هذه أفشل الطرق التي تنهدم بها الأسر وتسوء بها العلاقات من أين تسربت هذه المفاهيم من العادات الموروسة والتصورات الخطيئة عن الأسرة وعن الرجولة وعن القوامة الواحد ينشأ في أسر يجد الأب يضرب الأم ويظلمها ويعسفها لا رأي لها لا مشورة لها لا حوار معها لا رفقة ولا رأفة ولا رحمة بها فينشأ الأولاد على هذا العرف ومع تقادم الزمن يظنون أن هذا جزء من أحكام الإسلام والإسلام منه براء الإسلام يدعو بيقيم الأسر على المودة على السكينة على الرحمة إذا حدث غلاف ما فيش حاجة اسمها تجري تضرب لا في وعز في هجر وداخل في الوضع الخاص ثم شوف حتى يا أستاذ جهاد في أثناء الطلاق الإسلام من حرصه على هذه الأسرة لم يجعل الطلاق مرة واحدة جعل الطلاق ثلاث مرات الطلاق مرتاني فأمساكم بمعروف أو تسريح بإسان لأنه لا يريد أن تنفسخ هذه العلاقة ولا أن تنفصهم ولا أن تنهدم جعل هناك رجعة في عدة بين الطلاق والأخرى وبعدين لم وأن تبقى في بيته إذا طلقها تبقى في البيت إذا طلقها لماذا؟ علشان الأمور ترجع كما كانت طول ما هي معاه أكيد هيحصل كلمة هتحصل حوار هيحصل يعني مراسلة عن طريق الأولاد إلى إلى آخره حتى الإسلام هنا لم يوقع الطلاق إلا بشروط وضح أن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه فإذا طلقها في طهر جامعها فيه لا يقع الطلاق وإذا طلقها أثناء الحيض لا يقع الطلاق يقول الإسلام كأن الإسلام يقول يا جماعة لا تهدموا هذا البيت لا تهدموا هذا الكيان حافظوا عليه وحتى لما تنقض المساء الخالص ولا تنسوا الفضل بينكم دكتور كلام حقيقة كلام كبير وعميق وتصور وفهم دقيق لهذه العلاقة الزوجية التي سماها الإسلام ميثاقا غليظا دكتورنا العزيز بناء على ما تفضلت به نريد أن نبني عليه ونراكم كيف ينبغي للمسلمين أن يبنوا تصورهم فلسفتهم رؤيتهم العميقة لكيان الزواج الحياة الزوجية يعني انطلاقا من القوامة ما الذي يريده الإسلام من المسلمين من أفكار وتصور عام أن يحمله في أذهانهم وعقولهم تجاه هذا الكيان يحمل من تصورات بأن هذا الزواج به تقام ربع أحكام الشريعة الإسلامية هذا أمر ليس سهلا أبدا أن بالزواج تنشأ الأسر الصالحة والمستقرة وبالمناسبة استقرار الأسرة وحسن تعامل الزوج مع الزوجة بينعكس على الأولاد سواء كانت معاملة سيئة أو معاملة حسنة ينعكس على الأولاد مباشرة وينشأ الأولاد على هذه المعاملة فإذا نشأ الأولاد على علاقة غير مستقيمة بين الزوج والزوجة تكون هناك للترابط النفسية والمشاكل وينعكس هذا على أسرهم في المستقبل أنا أود أن ألفت أنظار الآباء والأمهات هنا يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات تعامل الأزواج تعاملا سيئا وسلبيا ينعكس على الأولاد بالسلب وبالأمراض النفسية وبالاضطرابات النفسية مما سيؤثر بعد ذلك على أسرهم أنتم بالمعاملة السيئة تؤسسون لإنشاء أسر في المستقبل مضطربة ومنهارة ومجتمع مضطرب ومجتمع مضطرب من ثم وبالمعاملة الحسنة بين الزوج والزوجة بالتلطف بالرحمة بالمودة بالسكينة ينشأ الأولاد نشأة نفسية سوية مستقيمة تنعكس على الأسر التي سيؤسسونها في المستقبل أمر خطير في غية الخطوة في هذا الأمر الخطير دكتور وأرجو بأقل من دقيقة قضية محورية أو مركزية التوازن النفسي لدى الأطفال الذي يمكن بناءه من الأسر المتوازنة كيف يمكن تحرير هذه القضية بدقيقة من فضلك لأني لدي الكثير من الأسئلة أهمية التوازن النفسي لدى الأطفال طبعا وهذا التوازن نفسي إلى أي درجة يمكن أن يحصلوه من توازن نفسي موجود لدى الأبوين في الأصل بالضبط لأنه أنا وينشأ أناشئ الفتياني منا على ما كان عوده أبوه النشأة يعني الطفل بينشأ فيه مجتمع هناك دوائر للتأثير دائرة الأسرة أول دائرة ينشأ فيها دائرة المدرسة دائرة المجتمع والمسجد دائرة المسجد المجتمع من ضمن المسجد والأصدقاء كل هذه مؤثرات تشكل نفسية الأبناء وتشكل بناء الإنسان النفسي والاجتماعي والفكري والثقافي والأعراف والعداد إلى آخره وبعدين عندنا كل ما يمكن أن يسوده المجتمع أو يشوهه المجتمع في نفسية الفرض الأسرة يجب عليها أن تقومه ويجب عليها أن تحصن الفرض داخلها من هذه التشوهات الخارجية وما أكثرها لأنه عندنا مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا ما يعني يحصله الأطفال وما يستوعبه الأطفال من سيئات أكثر مما يعني يأتي إليهم ويتسرب إليهم من حسنات فالأسرة هي الحصن الحصين لهذا الإنسان في النشأة في التكوين في البناء النفسي والبدني والعقل والفكري في الحفاظ على هذا الكيان الناشئ والأفراد الذين يعني يكونونه من التيارات الهدامة ومن الأعراف الخاطئة ومن التقاليد البالية ومن المشاكل التي يمكن أن تتسرب إلى نفسية الناشئة أجدني مضطرا لأن أدمج سؤالين بسؤال واحد دكتور يعني في السنين الأخيرة صرنا نلاحظ أن كثيرا من الفتيات عندما يتقدم إليها طالب الزواج تقول له أريد أن أكمل دراستي أريد أن أؤمن مستقبلي أريد أن أكمل تعليمي لأن المستقبل ليس مضمونا هذه ليست حالات استثنائية أو قضية عابرة وإن مظاهرة تنتشر في المجتمعات الإسلامية إلى أي درجة هذا النمط من التفكير لدى الفتيات يتعارض مع شريعة الإسلام التي ربما انفردت عن سائر الشرائع والحضرات بالحضر على الزواج الباكر والله يشوف يعني أنا لست مع هذا التصور يعني يكفي الفتاة أن هي تأخذ الليسانسة أو الباكالوريوس ويكون عندها سنها عند هذه المرحلة 22 أو 21 سنة وهذا سن مناسب جدا للزواج 22, 23, 25 سن مناسب وبعد ذلك إذا التحقت بزوجها وبيتها الجديد يمكن بعد ذلك أن تمارس إذا كان عندها وقت وكان عندها إمكانات بدية وإمكانات من الوقت وإمكانات ذهنية وبدنية ونفسية أن تكمل دراستها في الماجستير والدكتوراه ودراسات العليا لينتفع بها المجتمع فهذا أمر مطلوب لكن إن لم تستطع فواجبها الأول هو بيتها أولادها رعايتها أولئي الأولاد وتقدمهم للمجتمع حدية أعظم ما تقدمه المرأة المتزوجة لمجتمعها ولأمتها هي نش صالح طيب ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين لكن أن تظل البنت أو يظل الولد يقول لك أنا مش هتجوز إلى بعد الدكتوراه والبنت تقول لنا أتزوج أنا أمامي دراسة والزواج سيشغلني هذا أولا مضاد لمقاصد الشريعة من الزواج الإسلام يريد من الناس أن يتحصنوا يريد من المجتمع أن يتكاسر يريد من الأمة أن تتقوى يريد للمجتمع أن تتقوى علاقاته من خلال هذا النسب الذي جعله الله تعالى نسبا وصهرا ويريد من النسل أن يحفظ وأن يستمر ويريد من الناس والشباب والفتاة أن يتحصنوا بهذه العلاقة المشروعة الزواج طوال تاريخ المسلمين في كل عصورهم كان قضية سهلة ميسرة بسيطة تتم بسرعة هذه البساطة واليسر في العلاقة الزوجية في هذه العائلات أنجب خيرة العلماء والقادة وكبار المعلمي حتى البشرية من هذه الأسر التي كان يتم الزواج فيها بشكل بسيط وميسر الآن الزواج قضية معقدة وشائكة جدا ما الذي حصل وكيف وصل المسلمون إلى هذا المستوى من التعقيدات في قضية ينبغي أن تكون بسيطة الذي حصل بكل بساطة هو البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى في كلمة واحدة نحن إذا تحرر الإنسان من العادات وتحرر من التقاليد ومن أعراف المجتمع المخالفة للشرع والمعطلة لتحقيق مقاصد الشرع الشريف والتي تحول بين الشباب والفتيات أن يقترن أو أن يقترنوا بهذه العلاقة الشرعية المشروعة التي تحصن الناس وتيسر الزواج فبالتالي سوف تنشأ العنوسة وتزدف في مجتمعاتنا كما هو الحال بالفعل ويترتب على ذلك انتشار الجريمة وانتشار الكبائر والعلاقات غير المشروعة العلاقات المحرمة ولا مانع من أن نتساوق مع الاتفاقيات الغربية والندوات والمؤتمرات والتشريعات والقوانين التي يسنوها لنا الغرب فينشأ الولد لا يستطيع أن يتزاوق فيقترن بعلاقة محرمة والبنت لا تستطيع فتقترن بعلاقة محرمة وهكذا فنحن يجب أن نعود إلى شرع الله أحكام الشرع كلها بنيت على التيسير فلا نعسر ما يسره الله ولا نعقد ما بسطه الله سبحانه وتعالى ورسوله ابدأ ابدأ زواج أيها الشاب وابدأ زواج أيها الفتاة وبعد ذلك ستتطور الحياة ما تبصيش لا تنظروا إلى الأشياء الأساس كل هذا سيتغير بعد 4-5 سنوات وسوف تنشئاني بيتا جديدا واجيبوا أساسا جديدا ابدأوا والله سبحانه وتعالى سوف يفتح عليكم لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وضامن لهم الرزق دكتور رصفي أدركنا الوقت لكن القول بالعودة إلى الإسلام والعودة إلى الله قد يكون كلاما عاما وكلاما مكرورا لكن هل وضع الإسلام وصفة مباشرة لتخليص ما يحصل الآن في المجتمعات الإسلامية دخلت الكثير من المفاهيم مع العولمة العولمة الفكرية والثقافية والآخرية المسلمون الآن تحت تأثير التلقي والاستهلاك هل هناك وصفة لتخليص المسلمين فيما يتعلق بقضية الزواج كونها قضية محورية في البناء المجتمعي الإسلامي لتخليص هذه المؤسسة والكيان من هذه الشوائب التي وفدت مع العولمة يعني أول شيء أن يسعى الوالدان إلى تزويد أبنائهما وبناتهما في سن مبكرة ليس سن مبكرة يعني دون التعليم يعني يخلص لصنصة أو بكالوريوس مناسب جدا للتعليم حتى ربما لو الثانوية عمل مهم أن يتزوج زود مباشرة لا تبالي لا تبالي ولا تلقي بالأعراف وبهذه الأمور الأمر الثاني يسر في الزواج أيها الناس يسر في الزواج الشباب الآن أمامهم من الفتن والشباب نفس الشيء وفي ظل الثورة الإلكترونية الموجودة والسوشيال ميديا وهذا الانفتاح الإعلامي والانفجار المعلوماتي المواقع الإباحية وكل هذا كل هذا إذا عسرنا الحلال سوف نيسر للناس الحرام فنريد أن نيسر الحلال الذي شرعاه الله تعالى إذا جاءك واحد يا أخي ملتزم أنت تزوج ابنتك رجلا صاحب دين وصاحب خلق والحياة بعد ذلك ستتطور وتتغير وهذا ربما من الرباط على ثغور الإسلام في هذه المرحلة واحد هنا في اسطنبول متقدم لوحدة أبوها في مصر اشترط عليه أنه يبنيلها شيء هناك أولا في مصر يا أخي يسر الزواج وبعد ذلك سوف تتقدم الحياة لا تعسر الأمور وإنما يسر كي تستقم مع شرع الله من يسر على الناس لأن الله سبحانه وتعالى قال يريد بالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الغافلات في مما ملكت أيمانكم وبعد ذلك أيضا يعقب على الآية بالتيسير على الناس وبالتفريق على الناس فشرع الله تعالى يسر ولا ينبغي أن نعسر ما يسره الله ولا أن نضيق ما وسعه الله ولا أن نغلق أبواب الحلال فتنفتح أبواب الحرام وإنما الواجب أن نفتح أبواب الحلال لتنغلق أمامنا أبواب الحرام انتهى الوقت لكن يمكن أن أعطيك ستين ثانية لكي تقول ما لم تقله في هذه الحلقة فيما يتعلق بموضوع الزواج؟ أنا أوصي كل واحد مقبل على الزواج وكل واحدة مقبلة على الزواج أن يختم كلاهما القرآن الكريم ختمة واحدة يبحثان فيها عن الزواج في القرآن الكريم وعن الأسرة في القرآن الكريم ختم التأمل وتدبر ويطلعوا كل الآيات القرآنية التي استخرجوها من هذه الختمة ويفردوها أمامهم مع الترابيزة ويشوفوا القرآن الكريم كيف قدم رؤية عن الأسرة ورؤية عن العلاقة الزوجية بشروطها بتدابيرها بإزالة موانئها بالحرص على إقامتها بالحرص على استمرارها وحفظها اقرأوا القرآن الكريم فإن القرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وربما تكون وفق هذه الضوابط الأسرة المسلمة هي المنطلق لبناء الإسلامي الجديد إن شاء الله في المستقبل أشكرك شكرا جزيلا على التزامك بالوقت وعلى ما أفضت به دكتور شكرا جزيلا لك عزا المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها دكتور وصفة عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة كل الشكر لكم في حراسة الله ورعايته